بسرعة تتحرك المجموعة الأولى بعد أن تم العثور على الضحية رقم واحد هنا تبدأ العملية الأكثر حساسية في إنقال الضحية بنجاح الضحية خارج الأنقاب في هذه الحالة يتم استدعاء فرقة متخصصة الوقاية المدنية تتوفر على كلاب مدربة لكشف الآثار الإنسانية في الانهيارات الأرضية اعتماداً على حاسة الشم سيبحث الكلب دينغو عن ضحايا محتماله حركاته هذه تنبئ بأن شيئاً غير عادي نسفل الأنقاب هنا الضور على العناصر الأخرى بأدواتها المتطورة ستحاول فك الحصار عن الضحية المجهود العضلي إلى جانب المجهود التقني عاملين محددين في نجاح العملية حاولنا نتقبو بس لقافين كروشيو هادك الكروشي ديال ترفور ونحاول نجرروا هادك الكودلة ديال الحجار برسن نقدو اللي برو دحيون خارجوا أجلنا براسة الشمائة سأجل قبو برسن نفقي سأجل سأجل ترجمة نانسي قنقر مع زياد الوضع تعقيدا يتم اللجوء إلى تقنيات أكثر تطورا وضيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعالت تعالت تسمعии واشا تدركش يا رجال مزيان ما عندك قالوا ايش في ايديك المعتلي مني بهذا المطر الهذا قدرنا نحده كما رحته للمجال فينا يقلبه فعلا ما قلبه في هذا المجال كامل ها فينا يقلبه باش نصل الضحية لنك هذا المطر اللي دي كنت معالي كيف سنوفيل هو اللي المو إسانسير باش نصل الضحية شوية حبس طيبان الضحية الآلة مجهزة بآليات استشعار على البعد وكاميرا تساعد على تحديد مكان ووضعية الضحية مزيان ما تتحركت ملسك انا ممكن وارع هنا عندو كينت شعيدة لنك بوحده لنحنا حظمو هذه البلسة ساعدية نخدمو فيها اشتو لنك البلسة هي جتع الليمن دياله هو هنا نبقى على اللي سر الخلية دبع الخلية سابعهم صلى الله الخلية زيت سابع سابع هدي معاليش ليحبس درنير درنير فيكتين مرتيري درنير فيكتين مرتيري مشاهدناه تدريب كامل وسيناريو تشغل عليه الفرقة بشكل يومي في الجانب الآخر من الميدان درس آخر من دروس زلزال الحسيم منذ سنوات أضحى لزاما على عناصر الوقاية المدنية قضاء مدة التدريب داخل الخيام الهدف اختبار قوة التحمل والصبر وتقوية الجاهزية واللياقة خاصة عند نصب الخيام للملكوبين في الانهيارات والكوارث الطبيعية وقت الراحة هذا قد لا يطول المتدرب متابع ببرنامج طوي أما في الثكنة فلا مجال للراحة متى حتى تبدأ أخر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة